مرحبا بكم وانساو مش حديث حلقة جديدة من خلقات النقل أم العقل وما زلنا بنقول لحضراتكم أحدث وقع معركة أيها الله الجزء 83 وانوان حلقتنا من آزى المسيحيين فقط آزى الله شوفنا في الحلقة اللي فاتت ابن قيم بيقول إن إلهنا إله الوحبية بيصفر على الأزى ولا يجزع يعني يتحمل لأنه مش فاقد للحس ومن الآخر يعني حساس لأن اللي مش بيصفر على الأزى أو من الأصل مش بيتأثر بالأزى ده هيكون إله فقط الحس مميل وتدد كلام الشيخ ابن وثاينين اللي بيقول إن إله الإسلام مش بيتأثر بالأزى وبعدها لقينا الشيخ الشعراوي وهو أشعري وشيخ أزهري بيقول لنا إن كلمة الأزى معناها إلام المؤذة للمؤذة وطبعا لقينا إن المشكلة إن الشيخ الشعراوي لو إنك بتثبت إن فيه أزى بتقع على الله رح قال إيه إن المعنى ده ما يتنسب معه سبحانه ولا يصح إن الله تقع على الأزى واخترع إن معناها بالنسبة له أن يخضبه بأن يخرج عن منهجه والذي وضعه له وهنشوف مع قدراتكم في حلقة النهار ده تفسير الشيخ مصطفى العدو وهو بيقول عكس كلام الشيخ الشعراوي وعكس كلام الوحابي ابن وصايمين يعني إله الوحابية أو يعني الوحابي مصطفى العدوي بطريقة ودك منين يا جوحة يزبط إن الله يتألمكم تقيقة ونشوفكم على الفيديو لك ويدخل في صور إيذاء الله أذى أهل الإيمان بالدرجة الأولى من باب القياس مع الفارق من آذى ذميا فقد آذان يعني بالأولى الذي يؤذي المؤمن ومن آذان فقد آذى الله فالذي يؤذي المؤمن من بابي أولى الوحابي مصطفى العدوي هو بيشرح نفس الآية بيشرح الشيخ الشعراوي إن أزيت الله لها صور وأساليب وأنواع كتير وبالدرجة الأولى إزاية أهل الإيمان وقال إننا هنقيس أزاية أهل الإيمان بأزاية المسيحيين وأنا بصراحة بستعجب للوحابي مصطفى العدوي مرقش أي حديث يتكلم صراحة عن أزاية أهل الإيمان فقال هنجيب دليل يتكلم عن المسيحيين ونقيس عليه طب هتقيس عليه إيه يا شيخ مصطفى قالك هقيس عليه أزاية الرسول وإلي برضو تؤدي إلى أزاية الله قالك الحديث يقول الرسول فيه من أزا زمان فقط أزاية زمان هنا معروف يعني أنه معناها يهودي أو مسيحي يعني اللي هيئزي مسيحي كأنه بيئزي الرسول واللي بيئزي الرسول كأنه بيئزي الله أنا قبل ما أكمل كلامي في السياق الأزاية إيه اللي تسبب ألم أنا عاوزة بس أسأل سؤال لا يا مسلم بيشوفني وبيسمع دلوقتي الحلقة والسؤال ده أول مرة أسألوا مسلمي في بردامة من أفلق أموها يا مسلم اسأل أي مسيحي هل في آيات في القرآن بتأذي المسيحي أو الزمي زي اللفظ اللي في الحديث مكتوب يعني أنا كزمية زي ما أنت بتقول علي أو مسيحية أقول لك نعم لما القرآن يقول وما قتلوا وما صلبوا ده شيء بيئزيني لما القرآن يقول لقد كفر الذين قالوا أن المسيح هو الله ده بيئزيني يعني القرآن بيئزيني واللي يأذيه بيئزي الرسول واللي بيئزي الرسول بيئزي الله يعني أنتوا يا مسلمين لما تأذوا أي مسيحي بقراءة الآيات دي في الحقيقة أنتوا بتأذوا الله يريد توقفوا يعني الأزياء أو أزيتي وإنسيح على أدشانت وأبو أزيتي تتصول وأزيتي الله وشوفوا الشيخ الوحيبي مصطفى العدوي هيقول إيه في ذلك جل جاي ويدخل في صور إيذاء الله أذى أهل الإيمان بالدرجة الأولى من باب القياس مع الفارق من آذى ذمياً فقد آذاني يعني بالقول الذي يؤذي المؤمن ومن آذاني فقد آذى الله فالذي يؤذي المؤمن من بابي أولى اللي شايف معايا كلام الشيخ مصطفى العدوي يسمعه يقول الحديث من آذى ذمياً فقد آذاني هيفهم إيه من كلمة آذى ذمياً أكيد هيفهم الزمي اللي وقعت عليه الأزياء بيتقلم بسبب الأزياء طيب كده هيكون معنى الحديث من آذى ذمياً وسبب له ألم فقد آذاني وسبب له ألم برضو وخصوصاً لو كان إله الإسلام حساس زي ما قال ابن القيم ده لأن إله الإسلام حساس أكيد هيتقلم بسبب الأزياء اللي تقع على الزمي ولأن نفس الأزياء اللي تقع على الزمي تقع حقيقةً على إله الإسلام الحساس أبوكي الوهابية تراجعوا وقولوا لا الأزياء هنا لا تقع حقيقةً لكن نمرها أو نمرها كما جاءت زي ما عملوا مع الحق أنا أتوقع أن الوهابية هيعملوا كده بجد لأن الحلقات اللي فتت أنا أثبت لحضراتكم أن إله الوهابية ممكن بقدرة قادرة كده وبدون مقدمات هيفوضوا أو يأولوا ويقولوا ده مسهب السلافون رح للدكتور عبد المنام وهو بيتكلم عن النقطة دي وشوفوا مع حضراتكم لكن الأذى في حق الله نعم حقيقي يعني مش هينفع نأول أهل السنة يثبتون ما أثبت الله لنفسه وأثبته رسوله إثباتاً بلا تشبيه ولا تكييف وتنزيهاً بلا تعطيل ولا تحريف زي ما شفتوا حضراتكم الدكتور عبد المنام وهو بيقول أن الأذية أو الأذى في حق الله حقيقي لأن إحنا كأهل السنة ما ينفعش نأول فأي حاجة الله أثبتها لنفسه إحنا بنثبتها لي وأي حاجة أثبتها الرسول لله إحنا هنثبتها برضه لله طبعاً هو يقصد صفات الله وأفعال الله وإحنا كأهل سنة بنثبت أي حاجة أثبتها الله للنفسه أو أثبتها للرسول من غير تشبيه أو تكييف وبدون تعطيل أو تحريف وده طبعاً كلام حل وخارص بس يا ريتا الدكتور عبد المنام يعني إيه يثبت كده على كلام بتاعه اللي شاهدنا قبل شوية لأننا هنكتشف مع قدرتكم أنه هيغير كلامه في نفس الفيديو وطبعاً يغير كلامه بأسلومه الطويل ويثبت حاجة ويرجع يصيغ نفس الحاجة بكلام تانية عشان يطيعها بشكل غير مباشر ويرجع مرة تانية يثبت اللي نفاع عشان يعمل ليه معنا تاني عشان يقول في الأخر الحاجة اللي ننفيها أو نثبتها معناها مش مرض يعني للأسف تلاعب بالعقيلة وفي صفة مش محتاجة فزلكة الله يتأذن إذن الله يتأذن بهذا الأسف اللي يسمعني يسمي التأثير ده ألم درار المغز وجه سنين أي حاجة المهمة إن الله يتأذن ويروح لبقية كلام الدكتور عبد المنام ونشوف الفيديو اللي جاء مع بعض يبقى إذن الأذى للرسول هو أذى لله سبحانه وتعالى طيب بردك ليه أطلق الأذى مع إن الله عز وجل لن يبلغ البشر مبلغ هذا المبلغ أبدا الدكتور عبد المنام وهو بيشرح معنى الأذى اللي في الآية إن الذين يقومون الله ورسوله ويقول الأذى في الآية تدل على إن الأذى برضو لله شوفوا اللفة والدورات اللي بيابلوا الدكتور عبد المنام الآية تتكلم عن أذى يقع على الله ورسوله يعني البشر عملوا أذى وإنت هضرهم إنت هضرهم خلص هنا يبقى الأذى حقيقي في حق الله يعني ليه أصد حقيقي هو يقول لأ البشر مش هيبلغ المبلغ ده لو البشر مش هيبلغ المبلغ ده كان القرآن من الأول قال إنكم لم تؤذوا الله ورسوله لكن أثبت الأذية حقيقي يعني أثبت الأذية دي حقيقي للرسول لأن القرآن عاوز يقول إن الأذية تقع حقيقة على الله وده هو كلام اللي قاله الدكتور عبد المناء يشوفه معي لكن الأذى في حق الله نعم حقيقي يعني مش هينفع نأول أهل السنة يثبتون ما أثبت الله لنفسه وأثبته رسوله إثباتاً بلا تشبيه ولا تكييف وتنزيهاً بلا تعطيل ولا تحريف الدكتور عبد المناء ومبكلام أثبت الأذية حقيقة للرسول لأن القرآن عاوز يقول إن الأذية تقع حقيقة على الله وده هو الكلام اللي قاله الدكتور عبد المناء ما ينفعش تأول الأذى لكن بتأول أثر الأذى من الأخذ أنت بتعمل إيه أنت بتأول الأذى وشوفوا معايا كتاب الصواق المنسلة في الرطع الجهبية والمعطلة بيقول إيه والذات الأخرى تحب كل جميل من الأقوال والأفعال والأخلاق والشام وتفرح به وترضى به وتبقى تقلقى بيه وسمى وتقره وتمقطه وتمقط أهل وتصبر على الأذى ولا تجزع منه ولا تتضرر به كانت هذه الثالة أكثر من تلك المنصوفة بصفات العدم والمواد والجهل الفقد للحس فإن هذه الثفات لا تسلب إلا عن المواد أو عن من فقد حسه أو بلغ في النهاية والضعف والعجز والجهل إلى الغاية التي لم تضع له حبا ولا مغدا ولا قضبا ولا رضا يعني الدكتور عبد المنعم يقول إن الأذى في الحق الحقيقي لكن أثره مش حقيقي هل بسبب إن الله فقد الحس ما عندهش إحساس إله جبير لا يعني لما أهضى ابن القيم بيقول لأ طالما في أذى إذن في ضرر أو ألم سميه زي ما انت عاوز لأن إلهنا إله حساس وهنشوف كلام الدكتور عبد المنعم عشان نعرف إزاي هينفو يدورو ويخرج من الورطة دي في الحلقة الجاية ودلوقتي أنا أعمل ليكم ملاقفة الحلقة دي النهاردة شوفنا في الحلقة النهاردة أن الشيخ مصطفى العدوي مال إيش أي حديث يتكلم صراحة عن أذى في أهل الإيمان فقال إن يجيب دليل يتكلم عن المسيحيين والإسعاري من أجزة المال فقد أذاني يعني اللي يأذي مسيحي كأنه بيأذي الرسول اللي يأذي الرسول كأنه بيأذي الله والدكتور عبد المنعم قال إن الأذى في حق الله حقيقي لأننا إحنا كأهل الصنة من فعش الأول فأي حاجة الله أثبتها نفسه إحنا بنثبتها ليه أي حاجة أثبتها الرسول لله إحنا هنثبتها برضو لله منها التشبيق أو تكديق وبدون تعطيل أو تحليق وبعدها بقدرة قادر غير كلامه وقال البشر عملوا الأذى وانتهدرهم هنا يبقى الأذى حقيقي في حق الله يعني ليه أثر حقكم هذا هيقول لأ البشر مش هاي بلغة المبلغ ده وأول أثر الأذى إلى في النهاية تأويل للأذى وتبقى الحلقة الجاية ونواصل تخبط سوشيوك بعقدتهم وأنتقل بكم في الحلقة القادرة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنتا ترد بعقلك ما نقبل بعقله وإذا يرد بعقله وتذكر بعقله يبقى الجنة يبقى ولعوبة بين حقوق المسا ترجمة نانسي قنقر